السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايك يا بنات عاملين ايه? جهت لكم تاني وفيديو جديد وفيديو النهاردة. عايز اكلمكم عن عطور جديدة جربتها من دار هوريزون او هورايزون. بس اه هي معناها الافق. بس نطقها صعب شوية. فاحنا هنقول عليها هوريزون. المهم اه الدار دي انا قلت لكم ان انا لقيتها موجودة على امازون واني جربتها فعلا. وهي كانت لطيفة جدا. اه كنت جربت من عندهم بلاك اكستريم وهحط لكم لينك الفيديو وشوفوا انا ازاي اصلا اتعرفت على الدار دي وشوفوا الحوار كله كان داير ازاي وهم مين وبيعملوا ايه والكلام ده كله. المهم انا عايز اقول لكم عن اوبشن تاني موجود عندهم انا ما قلته لكوش للفيديو اللي فات. وهو انهم عندهم تبديل يعني تقدر ان انت تشوفي البرفيم اللي مش عاقبك وهم بيغيروه لي بمنتهى السهولة. وبيعودوا يتناقشوا معاك لغاية ما يوصلوا لزوء عندهم خبرة ان هم عارفين الريحة اصلا ايه. فيقدر يوصف لك الريحة عاملة ازاي ودي ميزة مش موجودة فعند ناس كتير. معظموا بيقول لك اصل دي سويتي اصل دي مش عارب. لا هو بيقدر يوصف لك الريحة. مثلا ممكن تكون شبه ايه? اه سكة ايه? عشان خاطر انت لما تاخديها تكوني مرتاحة معيها. المهم اه انا قلتلكوا في الفيديو اللي فات ان زا اونلي وان شبهة اوي زا اونلي وان تو. وانا عندي زا اونلي وان تو. فحست انا مش محتاجاها اوي يعني. فهم بصراحة لما اه. شافوا الفيديو كده قالولي لأ احنا هنغيرهولك طالما هي شبه حاجة عندك. وانا بصراحة كنت مكسلة. يعني انت خلص مش مش مشكلة. قالولي لأ احنا هنغيرهولك. وكده كده هنبعثلك حاجات تانية معيها تجرى بيها ويتقول لنا رأيك وقولي رأيك بصراحة اه وهنبعت لك حاجات يعني زوءك وحاجات مش زوءك تكون اه سامبل صغيرة عشان خاطر برضو تكوني اه بتقولي رأيك بمنتهى الشفافية يعني المهم قلت خلاص تمام وفعلا قعدنا نتناقش لغاية موصلنا لانواع محددة واول نوع انا اخترته بديل ذا اونلي وان اه هو كان كيليان جود جيرل جانباد الحقيقة ان البرفيم ده ازهلني بجماله انا حبيت حبيت البرفيم ده حلو قوي قوي ريحته جميلة ريحته شيك ريحته ايليجانت جدا فوق ما تخيلت انا كنت فكرة ان انا عشمي ريحة زهرية من الروايحة بتحسسك ان انت عجوزة او مثلا عشان هو في نوتة القسمنسوس فانت فاكرة ان انا هشم ريحة نارسيس رودريجز اللي هي السودا او البينك الحقيقة ان هو بيشترك معاهم في النوتة دي فعلا وهو في نفس الحدية وفيه برضو نوتة مسك الروم اللي انا زهقت من كتر ما بقى ايدي اشوفها في العطور مش عارفة بقوا بيحطوها ليه في كل حاجة الا ان انا فعلا فعلا لمست هنا مختلفة مسك الروم هنا داخل بنوتة شبيهة بنوتة اللي كان داخلها في لانتر دي بس طبعا العطر مختلف عن لانتر دي ولكن هو داخل بنوتة اللي هي ريحة المستيكا عارفين الاسكندرانية بيقول عليها مستيكا اللي هي اه الريحة المسكرة البابل جوم ديت القديمة بقى عارفين اللي بان السحري بتاع زمان هو عامل كده اول ما بترشيه بيبتدي معاكي ريحته تبقى زهرية حدا شوية من القسمنسوس وبعدين بيبتدي يزهر معاكي ريحة اللي هي المسكرة دي اللي هي تحسي الريحة الجميلة دي وفي نفس الوقت محاوزة على كونها ريحة زهرية ده بالنسبة اللي انا اتبسطت بيها جدا الحقيقة فوحانها وثبتها حلو قوي 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 واصلا البرفيم انت بترشيه فعلا بتحس ان انت بترشي حاجة او مش بتحس انه تركيب خالص يعني بصراحة دي ميزة فيهم تعالي بقى نروح اللي بعد كده وهو كان بالنسبة لي اكتشاف لان هو ام يعني من الحاجات اللي ما بتنزلش كتير وهو هو جادور انجوي ده انا مجربتهش قبل كده الصراحة انا كنت يعني عندي اقتناع ان كل اللاين بتاع جادور هو عبارة عن ظهور نظيفة كليم كده او اللي هو ريحة صوبي شوية ولكن هو عطر مائي سويتي زهري فهو فيه حتة سويتية مسكرة خفيف كده جميلة اوي اوي تحسي ان هو راقي جدا بيفكرني اوي ويمكن شبه جدا وده يمكن بديل لي لو حد فيكو عايز يجرب الريحة او عارف الريحة اللي هو ام يجرب الريحة شبهه بشكل كبير شبهه بشكل غريب يعني هما قريبين من بعض بحوالي تسعين في المية راحتهم شبه بعض اوي اه بصراحة جادور يعني تحسو اه زهري اكتر بس اللي اتنين راحتهم قريبة اوي من بعض وعايز اقول لكم برضو سابعته كان كويس بس حكمي الصحة عليه هيكون في فصل الصيف مش دلوقتي خلص لان دلوقتي احنا في الشتاء فخلاص بقى احنا بتريدنا نخش بقى احنا في الخريف ودخلنا في الشتاء فخلاص اللي هو مش هينفع ان نجرب العطور الصيفي مش هتحلو دلوقتي بعدين عايز اكلمكو عن البرفيم الثالث اللي هو اختارهولي وهو كان ام لفي ابل سوليل كريستال الحقيقة ان البرفيم ده انا كنت عايز اتأكد من حاجة فيه ويمكن دي الحاجة اللي خليتني اغايف ان هو يختارهولي ان البرفيم ده انا عندي ام عطرين تانين ممكن يكونوا شبهه جدا وهم وكنت حاسة ان هما هيكونوا شبه بعض قوي والحقيقة ان ده فعلا حصل وفعلا في شبه منهم بس هو يعني بالنسباني في المستوى التالت يعني هو لو هفضل هم التلاتة عن بعض فهو هيكون في المستوى الاخير لان هو فعلا مش حبيته قوي الفانيليا فيه وغوز الهند فيه ريحتهم مختلفة تماما عن ريحة لوفي بل اوريجنال فان شاء الله هكلمكم عنه تفصيلا بس برضو مش هقدر يحكم عليه الايام دي هحكم عليه في الصيف لان ده وقت صيفي جدا ممكن كليان جود جير جنب باد يكون برضو ريحة زهرية تنفع في الصيف ولكن انا شايفاه هو مناسب صيف وشيطة الصراحة هو عطر تحسو كده شيك شيك يعرفين العطور الشيك اللي هي بتبقى اللي بيحطها تحسي كده حد بيفهم كده والناس بتاعت شانيل تفهمها بس من غير الحمضيات بتاعت شانيل خالص الصراحة يعني الناس بتاعت نارسيسو ريدريجز اللي هي بتحب العطور بتاعت نارسيسو هتفهم قوي العطر ده وتتقدروا يعني وبالذات نارسيسو البيضة والسودة والبينج المهم تعالوا بقى نتكلم عن الصامبلز اللي هو بعتها لي الحقيقة ان هو حاول برضو ينوع في الصامبلز وبعت لي اتنين من العطور اللي منتشرة اللي كل الناس بتتكلم عنها وهي جود جيل وهو مسميها عنده كارمي وهي هبنوتيج بويزن انا مش عارفة هوم سميها ايه هو كان كاتبها بهبنوتيج بويزن باسمها ولكن انا في الفيديو ده هحاول لحط لكم الليستة بتاعته القائمة بتاعته عنده اه انواع عاملة ازاي وايه الانواع اللي عنده عشان برضو لو حد مثلا عايز يعني يسأله ومكسوف يبقى شاهد برضو الحاجات اللي عنده عاملة ازاي او المتوفرة عنده فيقدر يطلب بقلب جامد يعني وكمان احلى حاجة عاملها انه حاطة الاسعار يعني يعني بسه شبوب جد والله العظيم انا باحترم الناس اللي بتحط الاسعار على اي حاجة يعني انا بحب اخش اي جروب الاقيه كاتب السعر يعني اصوام اشتر حار بيكتب السعر عشان اللي عايز يطلب من غير ما يناهد معاك اصلا انا شميتها في نوتيج بويزين كتير قوي عنده ناس كتير قوي بتركبها وجربتها كتير في حتة كتير ولكن انا اول مرة اجربها فيها نوتيجوز هند قوية بالشكل ده بجد نوتيجوز الهند هنا قوية جدا الناس اللي بيحبوا راحة جوز الهند هيحسوا جوز الهند هنا اقوى من اللوز ومن الفانيليا فالبرفيم ده بيرفكت بيرفكت حبيته جدا اكتر من كل الناس اللي ركبوا ركبوا غيرناتك بويزين كارمي بقى مش عارفة حسيت في الاول انه هو ريحة جوت جيرل مش هي دي ريحة جوت جيرل او ريحة مختلفة يعني مثلا مش نفس الروايح العطور اللي بتحكيها بس استنوا دقايق وفعلا ريحتها بتبقى تحفة وحطة اللي هي السويتي اللي فيها سبايسي اللي موجودة في جوت جيرل الوريجنال اللي ما حدش بيعرفي قلدها موجودة هنا فزي حاجة تحفة انا كنت فاكرة انها شم حبوب تونك بقى زي كل الناس ما بتركبها حتى البرندات يعني فين بقيت جوت جيرل؟ انا هتكلم عن ريحة جوت جيرل فانا لازم اقول لكم ان هو بعتلي المخمرية بتاعتها وهو قال لي ان هي بست سلع عندهم وطبع انتوا عافين جوت جيرل بست سلع في اي مكان اصلا اللي هي المخمرية بتاعته عاملة زي الفازلين هي بصراحة انا حسيتها فازلين على زيت عطري حتى هو نقط زيت العطري بين فيها بتحطيها على اي مكان في جسمك وترش عليها البرفيم بتخلي ريحة البرفيم اقوى لان هي اصلا فيها من الزيت العطري اللي موجود في البرفيم يعني مثلا زي فكرة البادي لوشن لما بنشتري مثلا بادي لوشن اه من ايفون مثلا ريحته او من بادي ريحته كذا ونجيب عليه المس بتاعه نفس الريحة فبيعززه بعض مش اكتر تعالوا بقى نتكلم عن الحاكتين التانيين الشرقين اللي بعتهم لي بعتلي عود ساتن مود ودولا هو ريحته عود مدخن على خفيف كده شوية في حتة سويتي في ورد في ورد ورد اه قريب من عود بلان اللي انا كلمتكم عنه قبل كده بتاع تدل بيدوس هو ريحته قريبة منه كتير بس هو مدخن اكتر من عود بلان واقوى كمان مضاوي مضاوي بقى ريحته لها ريحة الشرق اللي كلكم بتحبوها اللي تحسي كأنه عطر فيه عود بس هم فوش عود هو فيه مكونات وفواكه وإحساس كده مسكر وفي نفس الوقت إحساس فروتي وإحساس زهري وإحساس شرقي أوريانتل تحسي كأنك حط حاجة فخمة وقوية وفي نفس الوقت هي مفهاش ريحة البخور ولا ريحة العود ولا التدخينة دي فمضاوي من الحاجات الأمنة جدا ممكن تحسي كده مبعيد ان هو قريب كده من عود بوكي عشان عود بوكي طبعا العود فيه ناعم ومسكر كده فهو ممكن تحسي كده ولكن هو مفهاش برضو التدخينة اللي موجودة في عود بوكي هو نفس الترازي يعني نفس النمط دول الاتنين الشرقين اللي بعتوا وبعت لي ديلينا وديلينا أنا كنت عارفة ريحتها وعندي أصلا بيرفيم تاني محاكي لها أو بمعنى صح بديل لها كنت جربته من براند تانية ده عبارة عن ورد ديلينا ورد والناس اللي بتحب الورد والزور هتحبه جدا أنا الحقيقة مش قوي في الورد والزور انتو عارفين بس تمام يعني أنا ما يعني حبيته أوحش حاجة بتديني في ديلينا هو وجود الورد التركي أنا عمتا الورد التركي من الورود التقيل على زوقي بخاف قوي من الورد التركي والورد الطقفي لأنه هو الورد الطقفي ريحته ريحته مدخنة شوية هتحسي ورد مدخن كده هتحسي ان انتي بتشمي ميت ورد فيها آآ حاجة تقيلة فيها خشب مثلا فيه على السيرتر الورد الطقفي هو بعكلي طولة ورد طقفي والصراحة الزيزة عجبتني قوي شكلها للزيز كتحسيها جو حريم السلطان ده لدي برضو طولة مسك أبيض ودي بتتحط آآ ورا الودان وبتتحط آآ على اماكن النبض وترش عليها البرفيم او ممكن تحطيها بس الوحدها بعد ما بتخرجي من الشور بتديك ريحة نظافة ويا سلام بقى لو عندك خالص مسك ورشتي عليها يا سلام على الجمال بس بناتها هو ده كان الوردر اللي جالي انا حبيت اعرفكو الانواع عشان برضو لو احد فيكو عايز يجرب فيجرب حاجة حد متكلم عنها حد عارفها ما يجربش حاجة كده يعني من نفسه في يعني يتصدم او يشوف الزوء ما يبقاش عاجبه حاول انت برضو ان انا اشرح لكم الحاجات المتاحة عندي يا رب اكون قدرت اوصل لكم الريحة زي ما انا شماها واكون قدرت ان انا آآ اسهل على اي حد فيكو حابب يطلب حاجة آآ ريحتها عاملة ازاي وبردو عايز ااكد ان والله دي مش دعاية ابدا 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 وانا انتو عارفين يعني الحمد لله انا عندي من العطور ما يكفيني وانا مش محتاجة ان انا اعمل دعاية عشان اخد حاجة انا بتكلم في مصلحتكو انتو وفي مصلحة كل الناس اللي بتدور على بديل وابدا تدور وفعلا البرفنات غليت بشكل مبالغ فيه ان هي توصل لريحة بكواليتي كويسة وتكون ثباتها كويس وتكون ريحتها فعلا غالية ده مش سهل فانا حاولت اوفر لكم البديل ده واتو وبردو هقول تاني اي بديل هشوفه مناسب ههنعرضه ان ده محتوية وبس كده بنات هو ده كان الفيديو يارب يكون عجبكم ياربكم استفدتم وانساء الله اشوفكم تاني فيديو جديد فيديو ريحته احلى مع السلامة اشتركوا في القناة